السلام عليكم زي ما انتم شايفين الجمال كده بصدور دجاج هنعمل غدا يجنن هنعمل دجاج بسوس اللمون والزبدة بس بالكريمة في منها من غير كريمة هنعملها بردو مع بعض ان شاء الله دي غير خالص الفراخل تشيكن مشروم اللي عملناها طعمها مختلف تماما هحطها لكم بردو في اخر الفيديو عشان تشوفوها للمحتوين في الغدا ومستعجلين تعالوا بقى نشوف عملناها ازاي مع بعض بمنتهى الجمال في نص ساعة يبقى عندنا احلى غدا اول حاجة بنعملها بجيب صدور الدجاج اللي تعجبكو الاحجام اللي تحبوها عايزين تدقوها دقوها عايزين تسيبوها سميكة شوية او عايزين حتى تقطعوها لشريح اعملوا ايه اللي يريحكو انا ما دقتهاش انا بس اسمت الصدق الاتنين يعني ما بقاش رفيع قوي ما بقاش تخين قوي وهبتدي انزل عليها بالملح والفلفل الاسود من الناحيتين علشان اتبلها كويس بلاش نحط اي توابل تانية غير الملح والفلفل الاسود مش عايدين نغير في طعم السوس والدجاج نفسه وزي ما اتفقنا هعملها كمان من الناحية التانية وسبوها نص ساعة بالملح والفلفل الاسود قبل ما نعمل الخطوة البعادية عدت خلاص الوقت اللي بعديه بعد ما حطينا الملح والفلفل الاسود نبتدي بقى نعفرها بالدقيق طبقة خفيفة جدا من الدقيق من الناحيتين وانفضها كويس عشان انزل الدقيق الزيادة هعملهم كلهم بالطريقة دي عايزين تستغلوا عن خطوة الدقيق دي استغلوا عنها مش فارقة كتير انا بقولوك الوصفة الاصلية بس لما جربتها من غير الدقيق تلعت برضو حلوة جدا فعملوا اللي رايحكم وفي الطاصة اللي هنشتغل فيها زي ما تعودنا هننزل بحبة من الزيت قبل ما ننزل بالزبدة عشان الزبدة ما نتحرقش وحسيح الزبدة واول ما الزبدة تسيح تكون الطاصة الاول سخنة جدا الزبدة تسيح ننزل بالدجاج او الفراخ بتاعنا هأكد تاني الطاصة تبقى سخنة عشان الدجاج ما ينزلش ميته وياخد الصدمة مظبوط وكمان يستحسن ما نحركش الدجاج فترة شوية كده نسيبه لغاية ما ياخد الصدمة من تحت وبعدين نبقى نقلب لما نتأكد انه خاد صدمته من تحت كده تأكدنا هو انه خاد الصدمة بصوا اللون اصلا من تحت يجنن حاجة كده دهبي يعني تفتح للنفس انها ناكلها من دلوقت بحاول افتح لكم في النص كده الصوت الصبيعي بالصوت جمال حاجة تجنن خلاص التجاج كده يعتبر استوى معي جاهزة للخطوة اللي بعدها هوسع في النص كده وانزل بثلاث فصوص طوم مفرومين فراش كده على الطاصة في وسط كده الدجاج وهشوحهم كده لغاية ما راحتهم تطلع بصوا اصلا يعني كأنكو موجودين معايا جوا الطاصة اهو خلاص تشوحوا هنزل بقى كوباية من المياه ايه وظيفة المياه هنا وظيفة المياه هنا انا هتلملي كل السوس اللي في الطاصة وكمان تكمل سوا الفراخ لو انتو مش ضامنين ان هي استوت 100% يادوبك بس اهي بتلموا بصوا بتلموا كل العصارة اللي نزلت من الدجاج او الفراخ اهو يادوبك تبتدي تغلي تبتدي تعملي السوس اللي هنكمل عليه الوصف جاهزت الوقت ان انا انزل بمعلقة من مرأة الدجاج البودرة دي حاجة اختيارية ممكن تستغنوا عنها لو مش حبينها تماما وممكن كمان لو عندكم مرأة طبيعية تستبدلوها بالمياه انا نزلت بمعلقة واحدة وممكن طبعا مكعب زي ما تحبوا سبته يغلي فيها خمس دقايق كده خلاص دلوقتي انا هزود شوية فلفل اسود من عندي كده عشان بحب الفلفل اسود كتير حاجة تاجع للزوء الشخصي وانزل بقى باللمون اللي هو بطل الوصفة النهاردة ننزل بعصير لمونتين تلاتة كده كبار هيدو مزازة طحفة وكمان نزلت بشريحتين من اللمون مطقة طاروش وهنحطهم قبل ما نحط الكريمة على طول علشان ما يمر جروش معانا في الصاص دلوقتي هننزل بقى بالكريمة بتاعتنا وزي ما قلتلكم لو عندكو كريمة حلويات استخدموها احسن الا لو عندكو كريمة طبخ حلوة تقيلة ما عندكوش تقيلة استخدموا كريمة الحلويات بتدي تكتر يعني قوام احسن وطعم كمان اغنى واحلى هسيب بقى الكريمة هقلبها براحة براحة كده ويسيبها تاخد غلوة كده نكون خلصنا واللي الاول مرة يشوفني بنعرف ازاي ان الكريمة جاهزة اول ما تبتدي تعمل الفقعات او البابلز دي بتبقى خلاص جاهزة معنا لان هي لما بتبرد بتتماسك اكتر فخلاص اول ما تبتدي تعمل البابلز بس سيبها دقيقتين واقفل عليها وهزود رشة فلفل اسود على الوش خلاص كده خلصت بصوا جمالها خلاص هحط رشة بس من البقدونس على الوش قبل التقديم على طول عشان ما يتبالش وبكده نكون خلصنا احلى وصف الدجاج تخلص معاكم في نص ساعة وبالنسبة في افكار التقديم ممكن ناكل معاها رز وممكن كمان انا هنا سلقت مكارونا هحطها عليها ومكارونا بقى كده سخنة والسوس سايح مش ارجع اقولكو ايه الجمال هتحطوه عليها كده بشوية من السوس بصوا الدخان طالع من مكارونا ازاي انا متأكدة ان انا جوعتكو كل حاجة فراش وسخنة وتجنن وتخلص في نص ساعة وحط كمان شريحة لمون عليها من على الوش كده نكون خلصنا احلى دجاج في نص ساعة بالتوم واللمون والكريمة كمان ما تنسوش تفعلوا الجرس وتبعتول اصحابكو لو عجبكو باي 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 باي